اذا اهلا وسهلا بكم متابعي ومشاهدي قناة شوف تذي الكرام في هذا البت المباشر من مدينة افران للأسف الشديد سويسرا المغرب طرعان نعم بت مباشر ممكن لانه ما يعجبش الكثير لان دائما للايف اللي كيكونوا في مدينة افران كيكون فيهم يعني افتخار بهذه المدينة وكذلك لايف اللي كيكون فيهم ترويج للسياحة بمدينة افران لكن هي قناة ديال الشعب ستكشف الواقع بدون زيادة ولا نقصان وما ستكشف فقط الوجه المشرق ديال افران ولكن كذلك الوجه الذي لا يشرف المدينة الوجه ديال افران اللي الان ستشوف الوجه المظلم ديال هذه المدينة العزيزة على القلوب ديالنا اكيد سويسرا المغرب وليما خش هذا الشي اللي طالها وهذا النسيالة ربما وهذا الاهمال وهذا الاقصاء في هذا المكان التاريخي فهذا ضايا اللي كينا في القلب في وسط يعني المدينة بطبيعة الحال اللي كي يمبعت منها واحدة رائحة رائحة كريهة للأسف الشديد اللي ما يمغيوهاش بكل صدق وخاص المسؤولين يتحملوا كامل مسؤولية ديالهم فالشي اللي واقع لانها الشي للأسف كارثة بيئية في احسن مدينة في المغرب كينا فيها كارثة بيئية كما كتشاهدوا معنا هذا الحضايا اللي كان فيها كيعوم الوز والبط ومجموعة من الحيوانات بطبيعة الحال للأسف الآن كتعاني في ضل تهميش الاقصاء اللي كي يطالها انتمنا الصادق باش لان هذا البت المباشر يوصل للجهات المسؤولة ويتحملوا المسؤولية ديالهم فالشي اللي آلت اليه الأمور هنا بقلب مدينة إفران معرفناش للأسف شنو هالأسباب اللي خلتها الضايا اللي كانت متنفسة استكنة كيجيوليا هنا بطبيعة الحال كيجيو كيجيو فليشايز هنا ضايا الضايرة يعني بالكراسي للأسف أصبحت مهمولة أصبح يطالها النسيان أصبحت بكل صدق فاضيحة وكارثة بيئية رائحة منبعيتة من هنا رائحة كارهة اللي أكيد كنعرفوا كل الزوار ديال من كل موضوع المغربية كيحلوا وكيجيو لمدينة إفران كيقطعوا مسافات باش يستمتعوا بالسحر ديالها وبالجمالية ديالإفران لكن للأسف هذا المكان بالضبط كينا ربما الوجه الذي لا يشري في المدينة ديالإفران انتم كتشوفوا معنا متابعين الكرام قناة الشعب اللي جا تقربكم من الواقع بدون زيادة ولا نقصان أنا مبغيش بكل صدق كيحل جبنين جين صور إفران جميلة كيحل جبنين جين صور إفران وهي تشيعوا وترقصوا بالفرح وكان افتخروا بمدينة إفران بكل صدق كان افتخروا بهذه المدينة العزيزة على قلوبنا ولكن هذه الصورة لا تشرف أي مغربي ولا تشرف أي مسؤول على هذه المدينة وخصفت التحقيق في هذه الشيء اللي يقع هنا لربما في هذه الضاية لان ما عرفناش هذه الأمور كيفاش آلة الأمور اللي تشوفوه الآن هذا الشيء غريب من نوعه معرفش كيفاش ضيان شفاث بهذه الطريقة هذه للأسف لا يوجد نظافة لا يوجد عناية هنا بها صورة أغنى عن كل تعبير ماذا سنقول؟ سنجد لكم على هذه اللقطات ثم سنجد تعليقكم أكيد سنحاولوا نرى السادة المتبئة الأوفياء وكذلك في كومنتركم سنجد رأيكم ونرى الناس لديزين ماذا سنقولوا؟ هذه منطقة السحرة رائعة للأسف تعاني الإهمال وتعاني التهميش كما تشاهدوا معنا نقولوا لأن لك المنقص فعلى الأقل خصنا يعني انتما ستلقوا الحل المسؤولين لهذه المدينة ما علينا إلا البلاغ ما علينا إلا البلاغ ما علينا المرسول إلا البلاغ احنا جينا باش نقلوا الصورة المشرقة وصورة المشيعة وكذلك الوجه المظلم بطبيعة الحال وخاص المسؤولين هنا على هذا الضايع باش نوريكم الموقع اللي كنت وجدوا فيه راحنا في يعني عرايش الطريق الطريق الرئيسي دي الإفران هذا في قلب دي الإفران هذا في جرده هناك يجيو تفوج الناس للأسف يعني كارثة بيئية بكل ما تحمله الكلمة من المعنى كارثة بيئية بكل ما تحمله الكلمة من المعنى وكذلك لا يشرف المسؤولين لهذه المدينة لا يشرف المسؤولين ولا يشرف أي مغربة باش يشوف أحسن مدينة عروسة يعني وصفها بجميل أوصف الجميلة تشوفها بأنها تعاني بهذه الطريقة فهنا تطرح مجموعة من علامات استفهم ما هو واقع؟ لماذا إفران الذي يتضرب بها المثال والذي هكى بهذه الطريقة نحاول نزول من الشمش لأنه سيجعل الهاتف ونواصل معكم البدس المباشر وكنت مننا صديق لكي تتعليقات والتعليقات لكي تتعليقات لكي نحن كإعلام لكي نقوله الواقع لكي نغطي الشمش بالغربان لكي نضع إفران فيها مجموعة من المؤهلات والذي أكيد لا تنقل القناة للشعب لكي نقلها للمواطن المغربي كنجيو كنبين الجمالية والبهاء والنقاء ولكن كذلك الوجه المظلم فخصيبان من أجل الإصلاح ولا غير ذلك لا يوجد شيء واحد لغطي حمل القيمة المدينة إفران ولكن لربما هذا اللايف رسالة للمسؤولين لكي يعودوا الترتيب الأوراق لهم هنا فهذا الضياء ويشوفوا المشكل من جهة المشكل لربما رائحة والذي تنبعث من هنا والذي تنبعث من هنا والذي تنبعث من الزوار الذين يأتيوا بكل سات خاص حل عاجل ومستعجل بالنسبة للضياء والذي تنبع ومستخدموا الراونق والجمالية ما نوقع الله أعلم نحن نطرح أسئلة بطبيعة الحال صالحة نعم السيم محمد حجراوي مؤسف جدا مؤسف جدا الموقع الزوار يجيون من كل حد ونواصفهم ويجيون 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 نعم عيب في مدينة إفران استخدامنا وتصدمنا لأننا نقلوا للشوارع الرئيسية ونحن نلتح ونرى ما يمكننا ونقلوا الكارثة البيئية تصدمت بكل صدق لأننا نتحدث الإيجابية وكثر من السلبية ولكن جميع صورة ويجيون فلا سنقلوا اللهم إن هذا منكر بكل صدق الثلاثة كلمة ونرى مدينة الغالية لقلوبها بكل صدق لا يوجد شخص مدينة إفران لا يوجد استمسع بها ولكن لا يوجد استمسع بها ونرى إفران في هذه الضايا التي يوجد في وسط المدينة في قرب الحديقة التي يجولون من هذه المغاربة ستكون في المستوى المطلوب وخاص العناية بها وخاص الجهات المسؤولة تحمل المسؤولية بطبيعة الحال وتقوم بالدورها و تصلح ما يمكن إصلاحه بطبيعة الحال إذا كتشاهدوا معنا سنجد هنا اقربكم ربما من هذا المكان أيضا هدتم من هنا الصورة واضحة متابعين الكرام نعم سيحافظ نتمنى من الجهات المسؤولة تدخل في أقرب وقت لأنها شيء للأسف مؤسف مؤسف نعم صورة ومشهد حزين الأحسن مدينة بطبيعة حالك تعاني في هذا التهمش الذي تشاهده الآن نتمنى من الصادقين لأننا ربما يكون تدخل بشكل مستعجل لأن الأمر لا يقبل نتظار لأن يأتيوا سياح من مختلف مدن المغربية و يلقوا هذا المشهد هذا فهذا الضياء فهناك يتطرح مجموعة من علامة السفة كيف يجعل هذا المشهد يقع و كيف يجعل هذا الضياء لربما يكون فيها الإهمال لكم التعليق و نتمنى باش لأنكم إذا هنا خاص لربما فتح تحقيق في هذا الشيء نتمنى والصادقين باش لأننا وصلنا الرسالة حاولوا لأنكم تحسنوا الصورة في المدينة إفران كنحييكم و أشكركم بزياد السلام عليكم و رحمة الله